لم يكن الهدير في الأجواء هدير الرعد والعواصف الفصل هو شتاء بالفعل إلا أن السماء سماء سورية حيث لا هدير إلا لأصوات الموت دوما في الغطة الشرقية غارات قال البعض إنها روسية فيما وصفها البعض الآخر بهجمات عشوائية في كل الأحوال الصورة لا تكذب بين القتلى كان هناك أطفال ليست المرة الأولى التي تقصف فيها دوما ولا يبدو أنها الأخيرة إلا أن خبرها حظية باهتمام العنوين الإخبارية هذه المرة وسبب حسن الحظ هذا وجود مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دمشق في زيارة من المفترض أنها لبحث سبل تخفيف المعاناة الإنسانية إن الهجمات غير عشوائية كهذه غير مقبولة ويجب علينا بدل المزيد لحماية المدنيين خاصة من الأطفال والنساء دعوات فطفاضة لا يجد أي طرف حرج من تكرارها أمام أي طرف كان تبادلها المبعوث الدولي مع المسؤولين السوريين كما فعل خلال جولاته الميدانية وأهمها تلك التي قادته إلى حي الوعر في حمص الهدنة هناك لا تزال متماسكة انسحاب المسلحين قابله فك حصار أطبق على المنطقة لعامين ونصف العام تعليقا على الخبر حينها اعتبر البعض سيناريا المصالحات المحلية الحل الوحيد المتبقي أمام السوريين فيما رأى البعض فيه مناورات سياسية من دمشق وخطوة نحو التقسيم لكسب الميدان وفي كل الأحوال الهدنة بالنسبة للمدنيين لن تعني سوى توقف الرصاص أخيرا حسابات لا تبقى بهذه البساطة على طاولات القرارات السياسية حيث تفصل كل عاصمة للحل السوري هيئة على مقاسها ووفق معاييرها اجعل عني السبب اجعلني عبدأ بيديك بلان أما في الغوطة فلا يبدو أن توقف الرصاص قريب زعيم جبهة النصرة لم يخفي مسؤوليته عن استمرار الدمار هنا معلنا رفضه قبول أي هدنة لأن ذلك سيدعم النظام وفق تحليله في الزبداني القريبة لا أفق قريبا لهدنة متماسكة كذلك قد لا يكون الجولاني الطرف المباشر المسؤول هنا سيناريوهات الفشل متعددة تتقاضف أطرافها المسؤولية بين حكومي ومعارض وجيش ومسلح وفي كل الأحوال طرف واحد فقط يدرك الحقيقة المرة المدنيون حيث ووفق تأكدات الناشطين يعاني عشرات الآلاف منذ أشهر طويلة من سوء الأحوال الإنسانية إلى حد الجوع أنا حبيب من سراقب مع الزبداني إنها مقتطفات من حملة دعم لأطفال الزبداني حملة قد لا تغير الكثير كما لن يفعل الاعتصام الذي أعلنه سكان مضايا إلا أن أصواتهم لن تتوقف إلى كل من يملك السلطة إلى الجميع أبعاد المدنيين عن الخلافات السياسية والعسكرية